بات كثير من منتجي الألبان في تونس غير قادرين على تحمل تكلفة إنتاج الحليب بسعر الشراء الذي تفرضه الدولة وارتفاع أسعار الخدمات والماء والكهرباء وأيضا أسعار العلف المتصاعدة أثقل كاهلة مربي الأبقار يقف ماهر جزمير أمام أبقاره التي يتناقص عددها كل يوم يشعر بالأسى بينما يبيع ما يقرب من نصفها ويعبد إنتاج قطاعه من الحليب 2011 عندي سبعين راس بقرب قريب سبعين راس بقرب ومنه من 2011 كل عام ينقص كل عام ينقص كل عام ينقص ليناك حال قاعدوا فيها فاشنبقر على غرار بقية منتج الألبان في تونس لم يعد ماهر قادرا على تحمل تكلفة إنتاج الحليب بسعر الشراء الذي تفرضه الحكومة نظرا لارتفاع نفقاته فقد ازداد سعر العلف وهو مكون رئيسي في إنتاج الحليب ورفعت الحكومة التونسية أسعار إمدادات المياه والكهرباء كما أدى الجفاف إلى انخفاض المياه ما زاد من مشاكله لم تعد الأزمة الاقتصادية مجرد سحابة عابرة والحكومة التونسية اليوم بين المدرقة والسندان ضائقة مالية كبرى وتضخم متفاقم عدم قدرتها حتى الآن على حل مشكلة نقص الحليب تتسبب في زيادة فقر مرب الأبقار كما يزداد استياء المستهلكين الذين يعانون يوميا لإيجاد الحليب في المتاجر تحذيرات من انهيار منظومة الألبان في تونس وبيع قطعان الأبقار ما سيكلف البلاد خسائر كبرى ويجبرها على استيراد الحليب من الخارج بتكلفة أعلى أطعاف المرات معنا من تونس كريم داود عضو المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين مهلا بك سيد داود لا شك بأن الظروف الدولية لسيما الغازو الروسي على أوكرانيا ساهم في ارتفاع أسعار العلف وهو مكون أساسي في تغذية الأبقار بما يعود في النهاية على إنتاج الحليب لكن هل هذا هو السبب الوحيد في هذه الإشكالية أم أن هناك إشكاليات تتعلق بالخطة الاقتصادية أصلا التي تتبعها الحكومة؟ شكرا نعم سيد داود استمعت لسؤالي؟ لا 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 أعرف إن كنت تستمع لسؤالي أم لا لكن كنت قد سألتك عن أسباب هذه الإشكالية نحن أعلم بأن الحرب الروسية على أوكرانيا ربما تساهم في ارتفاع أسعار الأعلاف بما يعود سلبا على إنتاج الحليب لكن هل هذا هو السبب الوحيد؟ أم أن الأمر أيضا يتعلق بالخطة الاقتصادية للحكومة والتي هي محل انتقادات؟ شكرا المشكلة فيما عدة مشاكل ينعكسوا على كلفة الانتاج طبعا فيما كلفة العلاف وتساعد لسعر العلاف على مستوى العالمي ومن المادة الضراء والسوجة والعلاف تتمثل تقريب 70% من كلفة الانتاج وفما زادت مشكلة المناخ نعيش في تونس عدة صعوبات عند التقالبات المناخية وعننا نقص في الأمتار نقص أهم في الأمتار اللي تخليه العلاف الخشنة والعلاف الخضراء تساعد في الأسعار متاحهم وخاصة العلاف الخشنة معناتها اليوم القرد يوصل 14 دينار اللي تبن تسع دنانير العلاف الخضراء النقصين المراعي النقصين نعيش في أزمة مناخية وأزمة اقتصادية فما تدني الدنار على خطر الوقت اللي انتبعوا معناتها ارتفاع العلاف على مستوى العالمي فما زيادة هامة أما فما زيادة تدني دينار معناتها مقابل الدولار واللورو اللي يخلى اليوم ارتفاع هامة في العلاف سيد كريم هذا فيما يتعلق بالأسباب الخارجة عن إرادة الحكومة التونسية تحدثت عن الأسباب المناخية تحدثت أيضا عن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم في العالم ككل لكن ماذا عن الأسباب الداخلية هل برأيك الحكومة التونسية تتعامل بشكل منصف مع الملفات الاقتصادية خصوصا مع ملف مهم جدا وهو الحليب والمهم للأطفال في تونس وماذا عن المضاربة والاحتكار والأسواق السوداء التي تستغل هذه الظروف لباعها بأسعار أغلى لاحقا أكيد المشكل المشكل الأساسي السعر الحليب لا يغتيش كلفة الانتاج وقتا اللي الدولة تدخل في سعر الحليب وتخلي اليوم السعر الحليب دينار ومئة واربعين وما يقبلش الكلفة هذه كسياسة اقتصادية غالطة وتضر معناتها منظومة الانتاج أحنا كمنتجين فما يلزم نعتبره معناتها الانتاج الحيواني والانتاج الفلاحي نعتبره كمؤسة اقتصادية ما فماش مؤسة اقتصادية نجمو نطلب منها اللي تواصل في العمل المتاحها وهي تقصر في الفلوس وقتلسهم سعر الحليب بدينار ومئة واربعين حاليا على مستوى الانتاج والكلفة زادت اللي وسطت معناتها إيطرة الحليب بالكلفة الحقيقية حاليا بدينار وستة مية دينار وخمسة مية بدينار وخمسة مية هذه المطالب أنتم كان يقابل الفلاحين التونسيين هذه المطالب كيف توصلونها إلى المعنيين نصرها بالنقاش والمعنيين الإدارة والوزارة الفلاحة والحكومة ككل تعرف المشاكل اللي تعيش فيها من القطاع الفلاح اليوم ويلزم تجاوب نحن طلبين حقيقة الأسعار منذ سنوات على خطر فما الزيادات والاخسائر في منظومة الألبان منذ سنوات منذ عشرة سنوات وفما والمشكل هذه مشكل أساسي والحكومة غير ممكن أن الحكومة تعتبر القطاع الفلاحي كقطاع اجتماعي ما نجموش معناتها نضغط على الأسعار ونضغط على القطاع الفلاحي فما حقيقة أسعار فما كلفة تنتاج ونحن طلبين تطبيق حقيقة الأسعار واختري فما زيادة في العلاف زيادة في الكلفة زيادة في الكرهبات زيادة في الماء زيادة في الأدوية زيادة في الدنيا الكل معناتها نطلب معناتها علاقة ما بين كلفة الانتاج وسعر كلفة الانتاج والكلفة والهمشة الربح للفلاح. وهذا ما نقاش مع الحكومة. أما اليوم نحن لتالبين يلزم الحكومة مع عجلة الدخل في كلفة الانتاج. ونجم نعمل لك لجنة مستقلة. عضو المكتب التنفيذي في النقابة التونسية للفلاحين. كريم داود شكرا جزيلا لك. كنت معنا من العاصمة تونس. اشتركوا في القناة